اشتركوا في القناة يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا ما خابا والله من تمسكا بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما إن دارا إن دارا بها حديث الكساء دارا بل كم هناك من ضرائه ما جرى بعد أحمد بذويها دارا آله من تواثب الأعدائي كبسوا بابها بجزل ونار كبسوا بابها بجزل ونار وعليت ثم ضجة الغوغاء الشاعر هنا يسأل سؤالي السؤال الأول يقول أي ذنب لفاطمين يوم الآذات خلف بابي بعفتين وحيائي وحيائي فلماذا اتكى على الباب عمد عاصران جسمها بكل اعتداء أسقطت محسنان جنين حشاها إن قلب الإنسان بالأحشاء ثم قادوا بالحبل قسرا علي وهو يدعو بسيد الشهداء يا أخي جعفرون وحمزة عمي أدركوني يا سادة البطحاء فوت الطهر وهي مغمن عليها لم تفق برهتايا من الإغماء والله من ضرب العصايا ما ضلحا لله ولا ضلحا لما ماتت بغصتها يا يوالي وشفيد الوال غسلها على بيدا وشفنها ودفنها بليال ورد بس يجذب الحسراء وبس يتوسف عليها إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد في بداية الحديث لا بد من إطلال سريعة على أجواء الآية الكريمة وأخذ فكرة مختصرة عنها ثم ندخل في بحثنا صميم البحث هذه الآية الكريمة تتكلم عن فريضة الزكاة إنما الصدقات أي الصدق الواجبة أصناف ثمانية هم الذين يستحقون الزكاة الواجبة سواء كانت تلك الزكاة هي زكاة أبدان أو زكاة أموال زكاة الأموال التي تتعلق بالغلات الأربع التمر والزبيب والقمح والشعير أو الأنعام الإبل والبقر والغنم أو النقدين المسكوكين الفضة والذهب المسكوكين بسكة المعاملة هذه يسمونها زكاة أموال إلها شروطها في المقررة بلوغ النصاب المعين كم يخرج الإنسان وهكذا أو زكاة اللي هي الأبدان اللي عرفت بزكاة الفطرة إلما هذه الزكاة الواجبة لأصناف ثمانية الفقراء والمساكين المفسرون ذكروا وجوها كثيرة للتفريق بين الفقير والمسكين خلاصتها أن المسكين أشد حالا من الفقير مثلا قالوا الفقير من لا يملك قوت سنته يعمل يشتغل لكن راتبه في الوضع الطبيعي مو في البذخ مع الاقتصاد مع الرعاية مع الحكمة أيضا لا يكفيه فهذا راتبه الشهري لا يكفيه إذن مجموع دخله السنوي لا يكفيه لسنته هذا فقير المسكين قالوا من لا يملك قوت يومه هذا وجه من وجوه تفريقهم مثلا من جملة وجوه التفريق بين الفقراء والمساكين الفقير من يعمل ولكن عمله لا يكفيه لكن المسكين من السكون أقعده فقره أصلا هو عنده إعاقة معينة لا يستطيع أن يعمل ويكتسب هذا مسكين مثلا قالوا الفقير هو من يستعفف أما المسكين من يضطره الفقر إلى المسألة ومد اليد أيا كان بالنتيجة المسكين أشد حالا من الفقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كان الواحد منهم الذين يتبرعون عند رسول الله صلى الله عليه وآله لجباية الزكاة يترك عمله وعائلته ويطلع يروح إلى أهل الحلال أهل الغنم أهل البساتين يحسب لهم أموالهم يقول لاش قد عليك هذا يسافر يمكن شهرين ثلاثة أربعة ما يرجع إلا في وقت متأخر من الذي ينفق عليه من الذي يلوم حاجة عائلته أموال الزكاة هذا من المستحقين والعاملين عليها بعد والمؤلفة قلوبهم كان النبي يدعم ويعطي الأموال لأولئك الذين هم ضعاف الإيمان اللي إذا جيب ما امتله شرق يمين وشمال وراح يكيد للإسلام والمسلمين لفلوس تسد حلقة إذا عند إشكالات على النبي يعطيه من هذا المال يهدأ يستقيم أمره مؤلف يتألف قلبه في حنين ثمانية هجرية النبي صلى الله عليه وآله الغنائم كلها فرقها بين المهاجرين وبين اللي استوهم أسلموا في مكة لأن حنين إجت بعد فتح مكة توهم أسلموا أهل مكة ما عارفين من الدين ألف باء استوى قالهم النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء أعطاهم من غنائم حنين وأعطى للمهاجرين وطيب خاطر الأنصار في قضية مفصلة وفي الرقاب هذه في الرقاب حط تحتها خطين أحمر أريد أرجع لها موضوع بحثنا بعد والغارمين عفوا والغارمين الغارمين منهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب هذه تركها في الرقاب الآن والغارمين الذي ركبته الديون فلا يستطيع أن يؤدي دينه يعطى من بيت مال المسلمين بشرط أن لا يكون استدان لبذخ أو ترف غارمين وفي سبيل الله كل ما يعلي كلمة الله تعالى سواء الجهاد بين يدي النبي أو المعصوم أو إقامة المدارس الدينية أو تثبيت العزاب في تزويجهم ولا غير ذلك في سبيل الله وابن السبيل الذي انقطعت به السبل وإن كان غنيا انقطع به الطريق لا عند نفق يرجع الأهل ولا عند نفق يقعد يسكن إلى أن يرجع إلى أهله ابن السبيل يعني ابن الطريق انقطعت به السبل هذا يعطى من بيت المال تذكرة حتى يرجع مثلا إلى أهله طيب هذه الأصناف من جملة الأصناف في الرقاب يعني شرع القرآن الكريم ومن بعد القرآن جاء النبي صلى الله عليه وآله وقنن هذا التشريع ليقول نخرج من أموال بيت مال المسلمين ننطلع فلوس لنساهم في عتق الرقاب يعني عتق العبيد هذه أخليها مركز للانطلاق في بحثنا الليلة هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى الدين وتشريعاته واحدة من الانتقادات اللي وجهت إلى الدين أن الدين الإسلامي شرع للاستعباد وقبل بالاستعباد إذن أيها المسلمون دينكم الذي يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اللي كل رحمة كما تدعون ورسول الله الله يقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذن ألا ألم يكن ينبغي بالنبي صلى الله عليه وآله أن يأتي دفعة واحدة يقول لهم أيها الناس لا طبقية في الإسلام الناس سواسية لا يوجد حر وعبد فكل الناس أحرار لماذا أقر هذه القضية مو بس أقرها هناك تزاوج من إماء هناك شراء للإماء استيلاد للإماء استخدام للعبيد هذا موجود في الدين الإسلامي موجود إذن أين رحمانية الدين ورحيمية الدين أين رأفة الله أين كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم هذا إشكال مطروح يطرح على شريعتنا بعون الله تعالى نحاول في هذه الأجواء المختصرة أن نجيب بشكل منظم مرتب ومختصر أولاً الإسلام هذه قواعد نخليها في ذهننا عنوين خطوط عريضة نصل بها إلى نتيجة واضحة نتفق عليها جميعاً أولاً الكل يعلم والكل يتفق ومن البديه ما جاء الدين وشرع الاستعباد الاستعباد وقانون الرقيق موجود قبل آلاف السنوات قبل الإسلام الدين هو اللي أسس للاستعباد ظاهرة الرقيق لو إجاهك ظاهرة مفروضة وموجودة في المجتمع جاءك أمر موجود واقع ما جاء الدين لكي يعطي معلومة جديدة هناك رقيق مو الدين هو اللي أنشأ الطبقية كانت موجودة ظاهرة العبيد من آلاف السنين الآن تقول لي إذن بناء على ذلك لماذا لم يلغها ليأتي الجواب إذن إذن هاي أول ملاحظة لا بد أن نلتفت إليها لأن أحياناً اللي يطرح الشبهي غالط وكأنه يوهم المستمعين والناس بأنه الدين هو اللي إجاجا بالاستعباد أبداً ارجع إلى التاريخ فرعون إيش كان يسوي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم المفسرين يقولون يعني يبقي النساء أحياءً للرقيق والخدمة كان يستعبد البشر فرعون إسماعيل من هي أمه هاجر هاجر كانت أم ما كانت حرة فإذن قضية العبيد موجودة من قبل زمان الأنبياء وقبل ذلك البشر أوجدوا الطبقية هم قلت لك سبب الشرور في العالم دائماً سبب الشرور في العالم إذا تدور عنها الجن والإنس أصحاب القوى العقلية والشهوية قوى الشهوية والعقلية من تجي ويا بعض يصير هناك شرور لما تأمر النفس النفس أمار بالسوء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إذن النقطة الأولى أن الدين جاء ورأى أن الاستعباد ظاهرة مفروضة وموجودة اثنين الدين تعامل مع ظاهرة الرقيق كنتيجة وليست كهدف لما تأتي إلى الشرائع الأخرى غير الإسلامية ترى أن هدفهم كان هو الاسترقاق يعني من يطلع يحارب قوماً عنده هدف أن يكسب المال منهم أن يكسب منهم العبيد أن يأخذ النساء ماء فكانت ظاهرة الرقيق هدف إجا الإسلام ما تعامل معها كهدف منشود بل تعامل معها كنتيجة مفروضة للصراع فلما أحد يأتي ويعتدي على المسلمين والمسلمون يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم نتيجة هذا الصراع لما يغلب المسلمون رح يقع أسرع فهي نتيجة مفروضة طبيعية وليست هدف منشود أطلع لأجل أن أحصل على عبد أطلع لأجل أن أحصل على سلب وغنائم وقد ذم النبي صلى الله عليه وآله هذه الحالة عند بعض المسلمين اللي كان يطلع لغرض دنيوي يقول له أنت ما محسوب مجاهد في سبيل الله من خرج يريد عقال بعير أو يصيب بذلك أمة فليس له إلا ما نوى ما إلا شي يوم القيامة ولا إلا ثواب الجهاد هذه مرحلة ثانية وشتان بين من ينظر إلى ظاهر كهدف منشود وبين أن يتعامل معه كواقع مفروض هذه اثنين خطوة ثانية ثلاثة لم يقبل الدين بالاسترقاق إلا في الجهاد والجهاد في الإسلام ما كان ابتدائيا أبدا بل كان دفاعيا ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة عشر سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ما ابتدأ بسل سيف أبدا كل جهاده كان شنو دفاعيا ثلاثة عشر سنة عذيب للمسلمين والنبي لا يسل سيفا طلع منهم ما تريدوني أنا أطلع راح إلى المدينة وهم يتربصون الدوائر به الآن تريدون أن تقضوا علي تريدون أن تلاحقوني إلى المدينة تريدون أن تستبيحوا المدينة أنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون هذه الآية لما نزلت عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يعني دافعوا عن أنفسكم فكان أول دفاع في الإسلام بالسيف أول سيف سلة في الإسلام وين المفسرون يقولون بدر لكن أنا ألفت نظرك الكريم إلى أنه ليس بدر ولا بدر الأولى بدر الكبرى عدنا وعدنا بدر الأولى لا في بدر الكبرى ولا في بدر الأولى من الله يشرع تشريع جديد دائما هناك من هو عظيم على يده يفتتح التشريع ما كانوا أكو مسلمين يولد لهم مواليد يولد للمسلمين مواليد متى سنة العقيقة والحلق وسنن المولود سنة مع ولادة المجتبة افتتاح التشريع بالعظيم الحسن عليه السلام افتتاح تشريع سل السيف في الإسلام لازم على يد عظيم منه كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في حادثة خروجه من مكة وشاي للأمانات وشاي للفواطم فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الحمزة بن عبد المطلب وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة الزهراء سلام الله عليها ووقف بين الركن والمقام وقال من كان يطلب محمدا فلسا فأنا كفيله ثم قال الكلمة التي ثم بعد ذلك أسندت إلى غير علي قال من يشأ أن أثكل به أمه أو يتم له ولده فليتبعني وهو ابن ثمانية عشر سنة وطلع أمير المؤمنين دزوا ثمانية وراء فقتل منهم اثنين وهرب الباقون علي افتتح هذا التشريع أول سيف سلة في الإسلام سيف علي سلام الله عليه في الدفاع وما دام وصلنا لها النقطة من باب الشيء بالشيء يذكر وصل أمير المؤمنين ورسول الله ينتظر علي ما دخل إلى المدينة عسكر في قباء ينتظر وصول أمير المؤمنين فرأى علي قد مشى من مكة إلى المدينة على قدمه احتراما لرسول الله فرأى النبي رجليه تشخبان دما فبكى رسول الله ثم مسح على قدمه علي يقول والله ما أحسست بهما بعد ذلك بوجع طيلة عمري وراء وصلت على أحمد وراء اللي أسسلنا شعيرة المشي لتعظيم المقدسات آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي أسسلنا قضية المشي ليش تمشون في الأربعينية ليش تروحون احنا عندنا تراث أهل البيت المشي حسن المجتبى سلام الله عليه يمشي إلى مكة ماشيا وعدنا رواية رجع إلى المدينة ماشيا تعظيما لقبر النبي صلى الله عليه وآله زين نعود إلى الموضوع قضية أخرى بعد حضرتني بسرعة عبد الله المبارك طلع من الكوفة مشتاق للإمام الصادق مشى من الكوفة إلى المدينة وصل ورجلاه تصبان دما شاه في الوقت بعد ما طلع الفجر استحى أن يطرق الباب على الإمام الصادق جلس على العتبة قال إن شاء الله يطلع الصبح والإمام يخرج وإذا بالإمام يسمع صوت الإمام ينادي يا غلام افتح الباب لابن المبارك فقد وصل فتح الباب دخل قال سيدي انظر ما صنع حبنا بكم ما صنع حبنا بكم قال الإمام سلام الله عليه رائعته قال يا ابن المبارك وهل الدين إلا الحب وهل الدين إلا الحب زين نعود إذن الجهاد كان جهاد دفاعي والإسلام إنما سمحا في قضية أخذ الأسرى فقط في الجهاد اللي يصير دفاع عن بيضة الإسلام ويقع الأسرى المحاربون في ذلك هذه خطوة ثالثة رابعة نقول إن أمثل طريقة هي طريقة الدين في عدم القضاء الدفعي على ظاهرة العبيد إحنا نقول ما يصير ولا يمكن للمشرع أن يجي دفعة واحدة يقول أيها الناس لا عبيدة في الإسلام لماذا؟ أولا لأنه هؤلاء الذين يقعون في الحرب لا يخلوا الأمر إما أن يعملوا السيف فيهم فيقتلونهم والدين إنسانيته ورحمانيته تمنع من أن يقتل أناسا مستسلمين ثم ماذا يقول الناس؟ هذا الدين دين عنف وقد قالوها والدين يقتر رحمة وقالوها عن الدين عنيف كل من وقع أسير يقتل هذا بالنتيجة انتهاك لحقوق الإنسانية زين شي يسوي بهم؟ يقولهم يلا اذهبوا بمجرد أن يطلق سراحهم باتر يسوون جبهة جديدة ويهجمون على المسلمين إذن مو من الحكمة ما بقي إلا أن يقعوا أسرى ويمسكوا بهم طيب إذا قال الدين ثانيا إذا قال الدين أنه دفعة واحدة الكل أحرار إذا نرجع إلى الدراسات اللي درست اقتصاد الدول آنذاك والبلدان طبيعة الحياة اقتصادها قائم على شنو؟ قائم على عدة أمور يقولون ستين بالمئة تجارة العبيد وعشرين بالمئة الزروع الغلات الأربعة قمح شعير تمر زبيب وعشر بالمئة أنعام والباقي النقدين الذهب والفضة ما كانكوا فلوس بيزات ماكوا كسرى الفرس عندهم سكة والروميين عندهم سكة يعني إذا قبيلة غطفان قررت قالوا إحنا نريد نصنع سكة من هو يعطيهم وجه أصلا؟ ها؟ فكانت التجارة قائمة الاقتصاد قائم على العبيد فلو أنه نادوا بإنهاء قضية العبيد يعني صار انهيار اقتصادي كبير الآن إذا واحد يصبح الصباح ويشوف أن الدولار لم يعد له قيمة اعرف أن انهياراً كبيراً قد حصل في العالم لأن هذا هو أساساً سلة عملات الكلها مرتبطة مثلاً بالدولار ما كان هناك سكة التعامل بينية تعطيني مؤونة سنة تمر أنا أعطيك عبدين أنت تعطيني عبد وأنا أعطيك مثلاً شيء آخر من السلع والبضاعة كل مقايضة فإذا أنت تجي تنسف هذا الاقتصاد مرة واحدة راح تصنع انهيار اقتصادي حقوق الناس راح تستلب فهو واقع مفروض عليك شو تسوي؟ زين وإذا سمع العبيد في شرق الأرض وغربها أن بقعة جغرافية على الأرض لا يوجد فيها استعباد سيزحفون من كل حدب وصوب ويثقلون كاهل المجتمع المسلم بناس وافدين حتى أحصى بعض المحققين يقول سيلزم من ذلك أن في المتر المربع الواحد أربعمائة أو خمسمائة إنسان شو تسوي؟ يعني سيضاف شيء على كاهل الدولة الإسلامية الفتية فالحل الأمثل اللي جاب الشرع المقدس للخلاص من ظاهرة العبودية التدريجي أن أقر الرق وشجع على العتق هذا الحل لا توجد شريعة سنت وجعلت من العتق عباده إلا شريعة محمد صلى الله عليه وآله شوف في باب الكفارات من قتل مؤمنا متعمدا كفارة جمع عليه هذا غير الاقتصاص غير الأمور كفارة جمع وحدة منها عتق رقبه ومن قتل مؤمنا خطأا كفارة مرتبة أولها عتق رقبه فإن لم يتمكن فإن لم يتمكن تجي الأصناف الأخرى كفارة الإطعاء كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان مخيرة واحد منها عتق رقبه وعلى رأي بعض الفقهاء كفارة الإفطار أو على رأي المشهور كفارة الإفطار على الحرام في شهر رمضان كفارة جمع وحدة منها عتق رقبه حنث اليمين في عتق رقبه حنث النذر عتق رقبه حنث العهد عتق رقبه كفارة الظهار عتق رقبه ماكو شريعة جعلت أن هناك عبادة وتقرب إلى الله وتوب من الذنوب عن طريق العتق إلا الدين الحنيف المشرع ثم تعال في باب المستحبات من أعتق رقبة مؤمنة كتب الله له بكل عضو من أعضاء هذا العبد براءة من النار سكوك براءة ثم يأتي المشرع ليجعل أشياء قهرية فلو أن الأمة حملت من سيدها ومات السيد بمجرد أن تضع مولودها تصبح حرة رأسا تلقائيا أوتوماتيكيا هذا كل ليش؟ تشجيع على العتق تجي إلى سيرة أئمتنا سلام الله عليهم أول ما يذكرون من جملة فضائل الواحد من أهل البيت وكان معروفا بعتق العبيد إمامنا زين العابدين سلام الله عليهم في مثل هالليالي شهر رمضان يقرب وقت عتق العبيد يشتريهم في شهر رمضان تدور السنة إلى أن يأتي شهر رمضان الثاني ليلة عيد الفطر يعتقهم حتى بلغ الذين أعتقهم كما على بعض المرويات الإمام زين العابدين خمسين ألف عبد في حين إذا نظرت إلى غير أهل البيت شلون كانوا يتعاملون ويا العبيد تجد العجب العجاب ما عندي وقت أسولف لك الوقت أدركني تجد العجب العجاب تضحك فإذا تسألني ليش إلى وقت متأخر كان أكو عبيد في الإسلام أقول لك لأن الناس تركت سيرة أهل البيت لو أن الناس اتبعت أهل البيت ومنهج أهل البيت لرأيت خروجا عجيبا من ظاهرة الطبقية في الإسلام ولرأيت خروجا ذكيا محكما متسلسلا ولرأيت الناس كلهم أحرار وما قرأت مخازي التاريخ الموجودة بسبب الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام فمو أن الإسلام جاء بظاهرة العبيد الإسلام تعامل مع العبيد تعامل حكيم إلى أن خلص من العبودية لكن لما انحرف المسار وراحت الناس تبايع غير علي وآثر بعضهم أن يبايع رجل الحجاج على علي بن أبي طالب في أيام أمير المؤمنين يقول لك أنت ولغت في دماء المسلمين أنا ما أبايعك هم أصحاب أمير المؤمنين أن يضربوه قال دعوه لا يكراها في الدين ما عندي شغلوية ما يريدي بايعك كيف لكن لتسوي مشاكل لتسوي بلبلة لتأذي علي بن أبي طالب خليني أقيم دولة قسطه عدل ولا تزاحمني يا الله جيب لك كفيل ما حد رضى يكفله علي بن أبي طالب قال أنا أكفلك هو يريد كفيل علي بن أبي طالب وهو كفله والدور الأيام وشابت لحية الرجل ولرب عمر الإنسان يكون وبالا عليه ويدخل على الحجاج والحجاج عمر ثلاثين سنة يقول لمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلي وأنا أريد أبايعك قال ليدي في شغل عنك هاك رجلي فبايع وبايع رجل الحجاج أو كل من لف العمامة والتحى وأطال سجدة سهوه علام كل من جلس وقال أنا خلاص لما ابتعدت الناس عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعن ثقافة أهل البيت وخلق أهل البيت رأي تظاهرة الطبقية والعبيد إلى وقت متأخر جدا أما في مدرسة أهل البيت العبيد أنفسهم لا يتمنون أن يتركوا أهل البيت يقول له روح يبتي يقول له أنا وين أروح بعد اللي يقعد ويشوف وجه رسول الله اللي يقعد عمر يشوف وجه علي ابن أبي طالب اللي يعاشر فاطمة الزهراء يتمنى يطلع بعد فضة المرأة العظيمة الجليلة الفقيها العالمة مولاتها فاطمة عليها السلام هذه فضة تتمنى تفارق الزهراء ما تقدر تفارق الزهراء أنت تدري بعد شهادة الزهراء فضة طلعت من المدينة قالت ما أعيش ما أعيش في أرض ما تعيش عليها الزهراء ما أقدر أي لطف كانت فاطمة تتعامل مع فضة كل ما عند فاطمة أسندته إلى فضة أمينة سر الزهراء فضة وما أدراك ما فضة إذا الزهراء صاحت آه تصيح فضة عالي فضة من مثل فضة تقول الرواية لما عصرت فاطمة بين الباب والجدار اليوم جمعة يوم صاحب الزمان أقرى لك سيدها المصيبة أي نعم سيد رضا الهندي يشوف ليلة عيد الغدير يشوف صاحب الزمان بالمنام يشوف الإمام كأنما حزين ذكرها سيد رضا يقول له سيدي حتى بليلة الغدير حزين ليلة فرحة قال لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سرور فاطمة لما عصرت بين الباب والجدار وخرت بأبيه وأمي أول ما صاحت فضة فضة إليك خذيني وإلى صدرك أسنديني فقد والله أسقط ما في أحشائي هنا الزهراء بعد ما صاحت عيني ما صاحت المسمار في صدري ما صاحت المحسن قالت لها فضة عندي سؤال أين أبو الحسن وين علي بن أبي طالب أطرقت برأسها فضة ما تريد تحرق قلب الزهراء لكن ما بيده شي شا تقول قالت سيدتي أخذوه ملببا بحبائل بنجائد سيفه والعمام في رقبته قامت على آلامها امرأة شابة بعمر الزهور جرى عليها ما جرى قامت متكئة على الجدار ويدها على ظلعها حتى إذا وصلت إلى المسجد حاط إيدها على راسها شتنادي تنادي خل بن عمي أو لأكشف بالدعى راسي وأشكو للإله شجوني يقول سلمان والله لا أدني ما أصنع أرى علي بن أبي طالب جالس العمام في رقبته أمد طرفي إلى الباب أرى فاطماتهم أن تدعو على القوم علي ينادي سلمان سلمان أسرع إلى فاطمة فوالله لو دعت على القوم لأنزل الله العذاب يقول سلمان وقف شعر بدني لك أني أرى حيطان المسجد قد ارتفعت أسرع يا سلمان أسرع سلمان سيدتي إن عليا يقول إن أباكي بعث رحمايا فلا تكوني نقما إش قالت فاطمة صاحت سلمان سلمان كسروا بالعصبات أسقطوا جنيني صبات الآن يريدون أن ييتموا أولادي لا طاقة لي على الصبر عن علي ادقلنا سلمان جسمي تحل من ضربة المسمار صدري والنطمة عيوني وداحي الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وياي وكضمت غيظي والقلب فايض بالأحزاء كل هذا وصبرتها لكن سلمان بس ما شفت حادر ملبب قايدين واسمعت شبل الحسن يندب راحبون غصبا علي اطلعت خافي يذبحوني وتتيتم أولادي عقب فارس الفرسة وقلت أنا وحيدة رسول الله وراح يسمعون مني يا سلمان وراح يرحموني حبا برسول الله أنا ظلت دافعهم أظن تي يرحموني وما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان العبد والرام امتوني قصدي أبذ شكواي للواحد الدي وما رجعت إلا وإيدها بإيد أمير المؤمنين حتى إذا وصلت إلى باب علي قلت لأب الحسن اسبقني إلى الدار الأطفال بروحهم انت وين يا فاطمة رايحة قالت أجدد عهدا بقبر أبي رسول الله ما عندي غير النبي أشكو إليه دخلت إلى حجرة القابر رمت بنفسها على قبر النبي ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي يا أبي صبت علي مصائب لو أننا صبت على الأيام صرنا ليالي يا أبو يا أمر أمر على عبد ضربني والله ضربني من ضرب وتللقى عذبني ميلا كسر قلب ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشم بنت من بنت من أممان حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله اجعل اللهم فرجنا بفرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقضي به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك جماعتي الحاضرين اللهم اقضي حوائجهم جميعا المؤسسون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة